تاني حاجة خلاص هنتنين لنقطة تانية نقطة تانية اللي أنا هتكلم عليها وبرضو هفضل أتكلم عليها لحد ما يتم محاسبة الرجل اللي أخضر برح سمعت كده حديث كوميدي للأخ وليد العطار مدير التنفيذ للتحاد الكرة توهنا بعدنا عن المشكلة اللي هي أو أصل المشكلة اللي هي من الأساس بعدنا عنها خالص اللي هو الجواب لما جيه راح فين مهام ساعتك الوظفية بتقول إيه لما الجواب ييجي هو الجواب جاي لحضرتك بإسمك أنت شخصيا يعني أنا عايز أعرف الجواب اللي جيه من الاتحاد الإفريقي علشان تنظيم المباراة النهائية في بطولة إفريقيا الأندية اللي وصل للاتحاد المصري حضرتك حطيته فين حطيته في الدرك طيب مسئوليتك أو مهامك الوظفية بتقول إيه لما بديجي حاجة زي كده بتعرضها على مين أكيد بتعرضها على المسئولين الأعلى أكيد بتعرضها مثلا على مجلس إدارة اتحاد كورت القدم أكيد بتدي نسخة منها أو بتوصل منها إلى المجلس نفسه المجلس إدارة اتحاد كورت القدم بيوصلها للسيادة الوزير طيب ده تبوهنا مبارح خالص لأخ وليد العطار قال إيه ده إحنا ويفنا جنب النادي الأهلي ولما عرفنا أن الماتش في المغرب ده إحنا بعتنا خمس جوابات للاتحاد الإفريقي طيب إيه الرد؟ قال لك مجلناش رد لحد دلوقتي طيب يعني ساعدتك اتحركت إمتى؟ لما النادي الأهلي قال من الظلم أن الماتش يتلاعب في المغرب يعني الكلام ده من إيه؟ قبل الماتش بإسبوعين يعني ساعدتك الجواب عندك في شهر يناير في شهر يناير أنت تتحركت لما النادي الأهلي اعترض على إقامة المباراة النهية في المغرب ده على حد كلامك وبعدتوا جوابات الكلام ده شهر إيه؟ آخر إبريل أو أوائل مايو أو نص مايو ده اللي حصل ده اللي حصل مش دي المشكلة أصلاً أنت واخدنا السكة تانية خالص واخدنا السكة تانية وبعيدة أنا بتكلم من الأساس الجواب جالك في يناير المفروض وظفتك إيه؟ هو الجواب ده جاي لك بسفة شخصية؟ يعني ده جاي لساعدتك بس؟ ولا أنت بتعرضه على المسؤولين الأعلى منك؟ ما أنت يعني موظف الابتحاد ففي أعلى منك بتعرضه على الأعلى منك الأعلى منك بيعرضه على الوزير بتده أو بتده خلفية للناس اللي مكملة أو للفرق اللي مكملة في دوري الأبطال اللي كان منها النادي الأهلي ونادي الزمالك هل أنتو عملتو كده أنت بصوا بقى تبرير هو بيقولك إياه أن النادي الأهلي ما طالبش ما طالبش أنه ياخد المبرى النهائية النادي الأهلي من شهر يناير من شهر يناير النادي الأهلي ما طالبش أنه يعمل تنظيم America في بطولة أبطال الأفريقية يستقبلها يعني يعني يعملها في أرض�를 هو ساعتك المفروض اللي يحصل جالك جواب بتعرض الأمر على المسؤولين الأعلى منك المسؤولين الأعلى منك بيخاطبوا النادي الأهلي وبيخاطبوا نادي الزمالك اللي هوما كانوا أصلاً مكملين في البطولة الأفريقية أو متوجدين في البطولة الأفريقية هل عندكم استعداد لتنظيم مباراة نهائية؟ ولا لا؟ ده المفروض كده ده تسلسل دي مهام وظيفتك إنما ساعدتك خدت الجواب حطيته في الدرج ما بلغتش حد حتى سيادة الوزير أشرف صبحي مبارح طلع وقال أنا ما وصلنيش جواب من اتحاد الكرة بخصوص المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أنا ما وصلني ده سيادة الوزير اللي بيقول سيادة الوزير أشرف صبحي قال ما وصلنيش جواب من المسؤول أو المسؤولين في اتحاد الكرة بخصوص المباراة النهائية أو استضافة المباراة النهائية لبطولة أندية أبطال الدوري معناه ايه ده يعني يعني انا عايز اعرف ده معناه ايه معناه ان فيه تأثير معناه ان الموظف المسؤول اخطأ وطالما اخطأ بصوا انا مش حادر اقول بقى ايه تعمد او ما تعمدش هنفترض حسن الناية ولو اني اشك هنفترض حسن الناية لو هو حسن الناية المفروض يعمل ايه يأدي وظيفته طيب احمل في اداء وظيفته قلت بلكده حكتين هو اخطأ في حق بلده اولا مصر واخطأ في حق النادي الاهلي اخطأ في حق مصر واخطأ في حق النادي الاهلي وهو اللي وصلنا للصورة اللي احنا شفناها في نهاي البطولة الافريقية للاندية ابطال الدولة كلنا طبعا مش قادرين ننسى المنظر دوا ومش قادرين ننسى اليوم دوا بغض النظر عن اللي حصل في الملعب وان النادي الاهلي ما كانش في حالته وكان فيه اخطأ كتير ما بتكلمش عن نقطة دي انا بتكلم عن جزء معين بس فامتا يكون في حساب للمسؤول للمسؤول اللي اخطأ امتا يكون في حساب للاخ اللي اسمه وليد العطار او المسؤولين بتوع اتحاد الكرة اللي اخطأوا اخطأوا اولا في حق البلد ثانيا في حق النادي الاهلي اللي بيرفع اسم البلد عاليا في المجالات الرياضية طيب سيادة الوزير قال ما جاليش الجواب طيب سيادة الوزير المفروض ساعدتك تفتح تحييء في الملف ده النادي الاهلي خلاص خسر البطولة حتى حتى لو النادي الاهلي حتى لو النادي الاهلي كان كسب كان فاز بالبطولة كنت حول كده احنا عارفين ان سيادة الوزير شكل لجنة عليا علشان يحقق في الامر ده ولكن بعد إذنك يا سيادة الوزير بعد التحاد ما تنتهي يبقى فيه نوع من انواع الشفافية ونعرف ايه اللي حصل وايه العقوبة اللي على المخطأ لان كل واحد اخطأ لازم ياخد جزاؤه على فكرة احنا عندنا حاجة غريبة جدا في المنظومة الرياضية في بعض المجالات يعني اللي يعمل شغله اللي بيعمل شغله يقولك ايه انا عملت شغلي عملت شغلي كويس وانا المفروض عايز مكافأة فيش حاجة اسمها كده في العالم العالم كله مفوش كده العالم كله انت في وظيفة بتقدي وظيفتك بتقدي وظيفتك اللي انت مسؤول عنها دي حاجات انت المفروض تعملها وبتقبض اخر الشهر او بتاخد مرتبك مفيش حاجة اسمها مكافأة مكافأة على حاجة زيادة مطلوبة منك انما انت شغلك كذا واحد اثنين ثلاثة لازم تعمل الواحد اثنين ثلاثة وما يتقلكش شكرا كمان ما يتقلكش شكرا لان دي مهمتك الاصلية دي مهمتك الاصلية اللي انت تعملها دي وظيفتك ولازم تعمل كده عموما احنا منتظرين ان شاء الله نتيجة التحقيق النقطة الاولية السلوكيات للأسف المسيئة لرموز النادي الاهلي فترة اللي فاتت والنقطة التانية بتاعت مدير التنفيذي لاتحاد الكور اشتركوا في القناة